اشتركوا في القناة والنصر والثبات والربح والسلامة ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة ثمانية وستعشر دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس أربع ثلاثة لا ينتقل بعدها لمنزلة الشولة وهي للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر طبعا زي ما حكينا موجود بالعقرب اليوم بسي ساعات المساء بدو ينتقل للقوس ولما القمر يكون موجود بالعقرب في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير والغيرة وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا جيدا لاننا قد ننفجر في من حولنا تحت وطأ الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او امر بتعلق بشراء بيت طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا عدة زوايا فلكية وعنا برضو انتقال المريخ وبرضو عنا قلوب مسار خلينا نبدأ في الزوايا الفلكية اول زاوية رح تكون زاوية تربية سلبية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون فيه تمام ساعة 12 ودقيقة بعد منتصف الليل بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع اما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية تربية سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي يعني رح تكون فيه تمام الساعة واحدة و21 دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اللي رح يصير فيه ساعات الصباح في تمام الساعة 23 و29 دقيقة من صباح يوم الخميس رح ينتقل كوكب المريخ من برج الثور لبرج الجوزاء ورح يمكث فيه حتى تمام ساعة 11 و48 دقيقة من ظهر يوم 23 و4 رح يشعر موليد برج الجوزاء بالطاقة والجراءة والرغبة الجنسية بتزيد عندهم بيستفيد معهم كذلك كل موليد الأبراج الهوائية زي الميزان الدلو والأبراج النارية الحمل الأسد القوس وكذلك كل شخص تواجد لديه المريخ ساعة ولادته في برج الجوزاء ومن يولد طبعا المريخ في برج الجوزاء بيتمتع بدماغ قوي قادر على التحديات ودراسة وإدراك مواضيع صعبة طبعا الملاحظة من الانتقال معروف أن المريخ له علاقة هو كوكب النار والحرائق والتفجيرات والأمور هاي في فترة الانتقال دائما بيحمل شحنة من العنف تبدأ قبل الانتقال بخمس أيام وبعد الانتقال بثلاث أيام اللي رح يصير طبعا خلاف أو زيادة على هذا الموضوع أنه انتقاله رح يكون لبرج هوائي وبما أنه رح ينتقل لبرج هوائي معناته الفترة هاي بصير فيه تركيز على الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والطيران والأمور اللي إلها علاقة بالهواء والرمال يعني بمعنى آخر أنه حالة الطقس رح يصير فيها نوع من أنواع الغبار أو العواصف الرملية أو الأمور اللي إلها علاقة بالهيز أو اللي هي الغبار اللي بتكون منتشرة حتى في طبيعة الجو فعشان هيك الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالتنفس أو بالرئة أو حساسية أو تحسس هذولا أكثر ناس بدهم ينتبهوا بالفترة اللي رح يمكت فيها لغاية شهر أربعة لأنه هاي بتدل على فترات شوي ممكن تأثر عليهم وعلى نفسهم طبعا التأثيرات من الانتقال أو وجود المريخ في برج الجوزاء على جميع الأبراج الحمل بدهم يحذروا في أمور إلها علاقة بالسفر داخل المدن وبدهم يتجنبوا مواجهة مع أخ أوجر أما بالنسبة للثور بيستفيدوا ماليا ولكن بتتصاعد عندهم النفقات أكثر الجوزاء بدهم يضبطوا عصابهم أثناء التعامل مع الغير لأنه بكون عندهم استعداد لتصرفات متسرعة أما بالنسبة للسرطان بدهم يحذروا من تآمر بصير عليهم من وراء الكواريس الأسد بدهم يمتنعوا عن مواجهة أو فرض السيطرة على صديق العذراء بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل الميزان بدهم يحذروا في أمور تتعلق بالسفر البعيد وبدهم يتجنبوا قضايا قضائية أما بالنسبة للعقرب بدهم يحذروا في أي مواضيع إلها علاقة بالشراكة المالية أما بالنسبة للقوس بدهم يحذروا في أمور إلها علاقة بالشراكة العاطفية والمالية وخصوصا المتزوجين أما بالنسبة للجدي بدهم يحذروا في العمل لا سيما في العلاقة مع الزملاء وبدهم يمتنعوا عن رفع حاجيات ثقيلة عن الأرض يعني لأنه أسفل الظهر بكون عرضة للإصابات أما بالنسبة للدلو بدهم يضبطوا عصابهم أثناء التعامل مع أحبائهم برج الحوت بدهم يتجنبوا مواجهة مع أفراد العائلة وبدهم يحذروا من النيران والأدوات الحادة بالنسبة لزوايا اللي رح تصير ما بعد الانتقال هي أول زاوي زاوي التثليث إيجابي رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة ستة وثلاثين دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك زي الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة أربعة وتسع دقائق مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ في تمام الساعة الرابعة وتسع دقائق مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة العاشرة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش هذا بعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني بمعنى آخر أن الساعة عشرة واثنين واربعين دقيقة بتوقيت جرينيش مساء القمر بصير انتقل للقوس في هاي اللحظة بنشعر بالابتهاج أو بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفي والدراسة الدينية كما من ميل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعد انتهاء خلو المسار والانتقال في زاوية واحدة راح تصير هي زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر والمريخ وهي راح تكون في تمام الساعة 11 31 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساء من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا بالنسبة لأخلو المسار القادم بما أن القمر راح يكون موجود بالقوس فرح يكون يوم السبت 6 3 راح يبدأ في تمام الساعة 9 و43 دقيقة صباحا ورح يستمر لليوم التالي أي ليوم الأحد لتمام الساعة 22 و20 دقيقة صباحا لينتقل القمر بعدها لبرج الجديد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع 21 يوم في تمام الساعة 9 و25 دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش بيصبح 22 يوم نسبة الإضاءة بتكون تقريبا 65% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20 ثلاثة مزاجها سعيد بنسبة 15% القمر في العقرب بدي انتقل القوس حتى يوم 7 ثلاثة منتحس بنسبة 40% عطارد في الدلو حتى يوم 15 ثلاثة سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحوت حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 30% المريخ في الثور بدي انتقل الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اللي رح يركز عليك اليوم نوع من أنواع الوسواس أو الوهم بدك تتجنب الانغلاق على نفسك حاول أنك تجتمع بالأصدقاء من خصوصا يكونوا جيدين إليك عشان تسلي نفسك أو عشان ما تخلي هاي المخاوف تسيطر عليك بشكل كبير اليوم ممكن يتغير الوضع لصالحك في بعض الأمور مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتضطر لتقديم التنازلات أو لتصحيح الأخطاء أهم شي إنك تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملات أو بملف طبعا الأمور بتضل فيها نوع من أنواع الضغط حتى ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو اتصال بعيد أهم شي إنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قياة السيارة بين المدن الشمس بتزيد من ميلك للأمور الروحانية وروح التضحية والإيثار تعطيك دافع قوي جدا وبرضه تعطيك نوع من أنواع الحماسة أما بالنسبة للزهرة فبتميل لمساعدة الآخرين والتضحية وبرضه بتساعدك في بعض الأمور اللي ممكن إنها يعني تكون لصالحك أكثر حتى دعم على مستوى العمل بالنسبة للمريخ بما إنه اليوم مزاجها سعيد فبيزيد تأثيرك وسلطتك على محيطك وهي فترة مناسبة للنجاح وبرضه لبعض الأمور اللي ممكن إنها تساعدك في أمور اللي علاقة بالدراسات والمباريات أما بالنسبة لعطارد فعطارد برضه اليوم مزاجه سعيد فممكن اليوم تتعرف على بعض الأصدقاء أو أصدقاء جدد أو تتلقى أخبار سارة عن أصدقاء بقيمه بعيد أو تقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقائك يعني الجو برضه إلو علاقة بالأصدقاء فعشان هي قلتلك بالبداية ركز على أصدقائك لأنهم اللي ممكن يطلعوك من الضغط النفسي خلال هذا اليوم برج الثور طبعا القمر بما إنه اليوم في نوع من أنواع الانتحاسة ممكن تجد صعوبة في التواصل مع شركائك أو مع زوجتك وممكن يتميل للعزلة وعدم الاكتراث طبعا هاي الفترة تحمل نوع من أنواع التوتر وهي من أكثر أيام الشهر ضغط عشان هيك بدك تحاذر من الخصام أو تعادي أحد بالفترة هاي بدك تجنب الخلافات كليا خصمك بالفترة هاي بكون قوي وطباعك ليست هادئة في ساعات المساء بتعيد تنظيم أمورك المالية المشتركة حاول أنك تنجز الواجبات بضقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية بالنسبة لعطارد بما إنه سعيد ممكن اليوم تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهاي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون نفوذ بالنسبة للمريخ في هاي الفترة أو هذا اليوم بتتحسن وضعيتك المالية بشكل جيد أما بالنسبة للشمس بتتمكن من تحقيق مشروع أو أمني بمساعدة أشخاص دون نفوذ وعلى طقاتك بتكون جيدة مع الأصدقاء بالنسبة للزهرة بتعطي مشاريعك ممكن تتحقق بمساعدة أصدقائك أو أشخاص دون نفوذ يعني بمعنى آخر الأصدقاء وأشخاص دون نفوذ هم أكثر الداعمين لإلك خلال هذا اليوم برج الجوزة طبعا اليوم بدك تركز على عملك لأنه اليوم ممكن تجد صعوبة في العمل وممكن تشعر بنوع من أنواع الضيق وتحس بأن الحظ تخلى عنك وبرضو بدك تراقب أمورك الصحية بشكل جيد ممكن اليوم تشعر ببعض الراحة في سير بعض الأمور أو الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن أحوالك وخصوصا على مستوى العمل في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور طبعا الشركاء هم هنا المقصود فيها شركاء المال أو الأزوج بالنسبة للمريخ بما أنه رح ينتقل وصير في البيت الأول فبتزيد ثقتك بنفسك وشجاعتك وحيويتك وهذا إشي بساعدك على تحقيق أهدافك الشخصية بالنسبة لعطارد هذه فترة مناسبة لأمور العلاقة بالسفر والدراسات العليا ربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء أو الأجانب الشمس بتحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص ذو نفوذ وممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين بالنسبة للزهرة هذه الفترة بتعرف نوع من أنواع التفاول والنجاح وهذه فترة مناسبة لأمور العلاقة بالزواج وخصوصاً ممكن يكون هذا الارتباط من وسط راقي أو من يعني عائلة مرموقة أو ذات سمعة برج السرطان طبعاً اليوم ممكن ينتابك شعور بعدم الرضا وممكن تشعر بأن الآخرين ما بيفهموك فعشان هيك ممكن تتسرع وتعصب وممكن شوي يكون في عندك نوع من أنواع الاندفاع رغم أنه في فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز ولكن بدك تضع مخاوفك جانباً وما تتهرب من التزاماتك الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف الأمور اللي إلها علاقة بالحبيب الغراميات وتعتبر هذه فترة جيدة وأكثرها حظاً لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه ممكن يتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بالنسبة للمريخ بما أنه رح يكون في بيت المتاعب بتميل للاندفاع بسرعة متخطي كل العقبات ولكن في لحظات ممكن يصير عندك نوع من أنواع التهور وبدك تحذر من أشخاص ممكن يخذلوك أو يتآمر عليك أما بالنسبة للشمس فهي في بيتك التاسع بيزيد ذكائك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح ومتفائل وهي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر أو أخذ عطلة أما بالنسبة للزهرة برضو في البيت التاسع بيكون سلوكك جيد وممكن تحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالتنقلات عطارد في البيت الثامن بتجد حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية يعني الأجواء تقريبا في ساعات النهار جيدة ودعملة إلك ولكن زي ما حكينا أنه بدك تنتبه أن الآخرين ما بيفهموك فهذا ممكن يخليك ترتكب بعض الأمور العصبية أو تختلق المشاكل بدك تضبط أعصابك قدر الإمكان برج الأسد بدك تدير بالك اليوم الأجواء العائلية ممكن تكون مشحونة وممكن شوي تتهرب عن بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو بالعائلة بالنسبة للوضع خلال هذا اليوم لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية تبدو قلق وممكن تتدمر لأقل إشارة في ساعة المساء بتبحث عن قاسم مشترك بتجمعكم بأحبائكم وبتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات بالنسبة للشمس بما أنها في البيت الثامن فهاي تعطي زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو زواج أو تركة وبيزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية أما بالنسبة للزهرة برضو في البيت الثامن تستفيد من مكاسب عن طريق الزواج أو شراكة أو هبات أما بالنسبة للعطارد بما أنه في البيت السابع بتكون علاقاتك مع زوجتك أو مع شركائك مرضية بيطبعها العطف والمودة وهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك أما بالنسبة للمريخ بما أنه صار في بيتك 11 فهون بيزيد تأثيرك على أصدقائك أكثر ولكن حاول أنك ما تحاول تدخل في شؤونهم أو تتحكم في قراراتهم طبعا اليوم بما أنه القمر في البيت الثالث ممكن تعرف توتر في علاقاتك مع محيطك وتكون متقلب ما بيرضيك أي شيء وممكن ترغب في التهرب من الواقع والعمل والدراسة أو الامتحانات بتكون عندك صعبة أهم شيء أنه اليوم ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك مفاوض بجراءة اليوم تتميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول في ساعات المساء بتعيد تنظيم أمركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي بالنسبة لعطارد يعني أعمالك بتصير ممتعة بالفترة هاي وبتزيد حيويتك وصحتك بتكون جيدة المريخ بما أنه صار في البيت العاشر بتتمكن من تحقيق بعض الأهداف المهمة وخصوصا على مستوى السمعة أهم شيء بدون مجازفات ولا مغامرات أما بالنسبة للشمس بما أنها في البيت السابع فهنا بترغب بالقيام بدور اجتماعي مهم وممكن تحقق استقرار بفضل شراكة أو بفضل الزوج وهي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية خصوصا مع الشركاء برضو كزوجة أو شركاء المال أما بالنسبة للزهرة لأنها برضو في البيت السابع واليوم برضو مزاجها سعيد فهي فترة مناسبة للسعادة الزوجية وتحسين العلاقات مع الشركاء وهذا الوقت مناسب لأمور لها علاقة بالزواج أو عقد شراكة راح تكون منتجة أو تصفية خلافات بشكل ودي برج الميزان طبعا القمر بالبيت الثاني وبدو ينتقل للبيت الثالث فعشان هيك ممكن تعرف بعض الصعوبات في ميدان العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء نتيجة التهور والنفقات اللي لا طائل منها برضو في نفس اللحظة بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئن هواجزك أهم شيء توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة في ساعات المساء بتنشط في أمور الهلاقة بالسفر القصير والاتصالات أهم شيء تكون أكثر وعي على الطرقات الزهرة تعرف انسجام مع رفاقك في الوسط المهني وتتمتع بصحة جيدة أما بالنسبة للعطارد تعرف لقاءات ممتعة بيكون لها أثار طيبة على حياتك العاطفية وبتقضي أوقات ممتعة وهي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي أما بالنسبة للمريخ فبما أنه صار في البيت التاسع بتميل لتتبع عن دفاعاتك وبتتخذ قرارات مفاجئة أو بتقوم بخطوات مهمة ممكن أنك تقرر على سفر دون سابق استعداد أما بالنسبة للشمس بيزيد حبك للعمل لأنها في البيت السادس وبتبدل جهد تكافأ عليه تحتاج لتجديد محيطك وهي فترة مناسبة لإجراء تغييرات على المستوى المهني برج العقرب أهم تحذير أنه اليوم تحديدا أنت عندك قابلية لتضخيم الأمور وبتعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق وفقدانك للثقة بالنفس بجعلك مزاجي ومتقلب بالنسبة للوضع العام تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر عندك اللقاءات تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي الفترة يعني حاول أنك تستغلها بدون التحذيرات اللي حكيناها في أول التوقعات في ساعات المسائب تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم حاولوا أنك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة بالنسبة للمريخ طبعا هنا بتميل لقبول التحديات من أجل إثبات قدراتك طبعا المريخ بما أنه كوكب يعني أقل من زحل بشوي بالنحوسة فممكن يورطك بأشياء أنت بغنى عنها أما بالنسبة للشمس بما أنها في البيت الخامس فبتمنحك تقدير الجنس الآخر وبتحقق النجاح في بعض مشاريعك أو أرباحك عن طريق المعاملات وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات وهي فترة مناسبة للتسلي والترويح عن النفس بدون مجازفات أما بالنسبة للعطارد فهو في البيت الرابع فممكن تسمع خبر اللي بتعلق بخصوص عائلته وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع تتعلق بمنزلك أما بالنسبة للزهرة فهي في البيت الخامس وهي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية حاول أنه قدر الإمكان أنك ما تشوه سمعتك بالفترة هاي برج القوس أهم تحذير أنه أنت خلال هذا اليوم بتميل لتضخيم الأمور وخصوصا أي شيء ممكن تحط فيه صعوبات حاول أنك تكون أكثر واقعية وأنك تستعيد ثقتك وحبك للحياة أما بالنسبة لتوقع العام ابعد عن المغامرات لأنه ما زال الغمر موجود في بيت المتاعب وحاول أنك تبعد عن الرهان على الحظ بتعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهمش أنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظوظ اللي بتشعر فيه من تعب وتراجع في الصحة بزول مع اقتراب ساعات المساء لأنه في ساعات المساء بتمتلقه بالنشاط والحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لأمور بتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك بالنسبة لعطارد هاي فترة مهمة للقيام بأسفار وللدراسة والعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية أما بالنسبة للشمس فهي تعطي سعادة على المستوى العائلي وعلاقاتك العائلية بتكون جيدة الحياة المادية بتكون ميسورة وهي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي أما بالنسبة للزهرة برضو في البيت الرابع الحياة في المنزل بتكون ممتعة وهي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة إذا كنت بتمتلك أملاك عقارية فالفترة هاي ممتازة لك أما بالنسبة للمريخ بما أنه في البيت السابع أفكارك ومشاريعك بتلقى أو بتتلقى من خلالها استحسان من طرف زوجتك أو من طرف شركائك ولكن ما تحاول أنك تفرض رأيك على الطرفين برج الجدي أهم معلومة بدك تكون حذر منها خلال هذا اليوم أنك ممكن تتعرض لخيبة أمل بسبب أحد الأصدقاء صحيح أنه هاي الفترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية حاول أنك أنت تقتنس لإعلان رأيك للحصول على موقع معين تفاعل مع المسؤولين بمرونة في ساعات المساء بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تحسم أمر هاي الفترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بالنسبة للشمس بيلعب محيطك العائلي دور ممتاز معك ودور مهم في تحسين وضعك وممكن تحصل على أرباح عن طريق الأسفار أو عن طريق الأمور اللي إلها علاقة بالتأليف أو الإقناع أو التجارة خصوصا بأمور التجارة الصغرى ممكن تزيد قوة ملاحظتك وفضولك الفكري وتحظى بشعبية وتقدير الآخرين بالنسبة للزهرة بتكون مرح بالفترة هاي نشيد جدا وبتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وهاي فترة مناسبة لا أمور إلها علاقة بالسفر والتواصل مع الأقارب والإخوة والسفر القصير أما بالنسبة لعطارد بتسمع خبر سار بخصوص عملك وبتحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية أما بالنسبة للمريخ في بيتك السادس بتقوم بمبادرات مهمة بتستفيد منها وبتمتع بحيوية كبيرة وخصوصا على نطاق العمل والصحة أما بالنسبة للقمر فذكرنا في بداية التوقعات برج الدلو أهم نقطة بتكو تنتبهولها اليوم هي مشاكل على المستوى المهني بسبب ارتكاب الأخطاء القمر موجود في البيت العاشر فعشان هيك بتكو تحافظوا على هدوءكم وتحاول أنك يعني حاول أنك ما تثير الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك أهمش أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك في ساعة المساء بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو في مناسبة سعيدة أما بالنسبة لعطارد بتتمكن من إنجاز بعض الأعمال المهمة وبتجد سهولة في متابعة دراستك لأنه هو موجود في البيت الأول فعشان طاقتك بتكون عالية بالنسبة للشمس بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وبتحصل على تلقية أو على وضعية ممتازة بمساعدة أشخاص دون نفوذ وهذا الإشي ممكن يزيد من ميلك للتبذير أما بالنسبة للزهرة فهي فترة مناسبة للنجاح المستوى المالي وللحصول على وضعية ممكن إنه يكون من خلالها بعض الأرباح أما بالنسبة للمريخ فبيزيد حبك للحياة وعزمك بشكل كبير ولكن حاول إنك ما تفرض سلطتك على الأحبة برج الحوت أهم نقطة بدك تدير بالك منها أنه خيالك الجامح ممكن يخلق لك مخاوف غير واقعية تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما إنه ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار في هاي الفترة بتكون الفترة دينماكية بالنسبة لإلك جداً وبتشكل محطة للانطلاق بورش جديدة في ساعات المساء بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل أهمش إنك تتجنب الخلافات وسعى لتلطيف الأجواء أما بالنسبة للشمس بما أنها في البيت الأول بتزيد من حيويتك وبتقوي من وظيفة جهازك الهضمي وبتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وطموحة وطبيعة بتكون عندك عفيفة بتزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين وبتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط أما بالنسبة للعطارد فبتجد حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك أما بالنسبة للزهرة بزيد لطفك ورقتك وقيمتك الاجتماعي وهي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية أما بالنسبة للمريخ بما أنه في البيت الرابع بزيد تأثيرك وسلطتك على وسطك العائلي ولكن دير بالك من بعض الخلافات العائلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء